وجد توفورها في الشخص اللي بيترشح في برلمان الشباب هو أول حاجة يكون عنده الرغبة إنه هو يكمل في النشاط وإنه هو فعلاً يكون حابب يسيب أثر في مجتمعه وإنه هو يكون قائد وإنه هو يكمان يعني والسروط عموماً هي بسيطة جداً إنه هو يكون عضو في مركز الشباب ويكون عنده الرغبة في المشاركة كده بعد كده باب يبدأ كل حاجة مراكز الشباب بس ولا ممكن الأندية الاتنين مع بعض ولا المراكز بس هو في مراكز الشباب ويبدأوا أنهم يقدموا عضوية في البرلمان إذا كان لو هو سنه من 10 إلى 18 سنة بيقدم في مرحلة برلمان الطلاقع ولو هو من 18 إلى 25 سنة بيقدم في برلمان الشباب وطبعاً دلوقتي نظام الانتخابات بقى إلكترونياً وبقى يحاكي مجلس النواب طبقاً نظام فردي ونظام قائمة يعني مثلاً إجمال المشاركين يستنادي برغم الكورونا والحاجات اللي حصلت دي لأن اللي قدموا عن طريق المنصة أو عن طريق مركز الشباب قدموا حوالي 20 ألف 549 مشارك ومشاركة هل في كتا للمرأة؟ أيوة طبعاً أو للفتيات؟ أيوة طبعاً هو أساساً عدد مقاعد اللي هيبدأوا بقى يتنفسوا عليها ومشارك ومشاركة اللي هيبدأوا يتنفسوا عليها 270 مقعد للنظام الفردي و298 مقعد للنظام القائمة وده طبعاً إيه بيطراف 498 عضوة عندي أو الإجمالي الإجمالي 270 بلاص الـ 208 الـ 2097 بلاص كمان إن فيه 5% بيعينهم وزير الشباب والرياضة ده طبعاً بيراعي فيهم إن يبقى فيه نسبية ما بين المرأة والشباب بزي تعيين رئيس الجمهورية العدد من الأعضاء برد ده الظبت كده والأجبات وزوي اللي احتياجاتها الخاصة طيب محمد قولي أنتو إزاي هتكتمعوا؟ هتكتمعوا فين؟ فدقي أنا فاضل لي دقي عايزة أعرف شكل اجتماعاتكو هيكون إمتى؟ وإزاي بتتم الانتخابات الداخلية بقى جوا برلمان الشباب لا وحالان ما كانت فيه انتخابات داخلية لا لما خلاص بقى هيكون عندي رئيس للبرلمان وكدين البرلمان سيكون على مستوى الجمهورية بيتم تعيين أمين السر تعيين من قبل الوزارة والهيئة العامة للبرلمان والتعليم المدني بعد كده بقى بيتم الانتخابة على المناصب الحبيب يترشح على منصب يترشح بالنسبة للاجتماعات فاحنا منستخدم برضو السوشيال ميديا في التنسيق ما بيننا لأن حضرتك زي ما حضرتك عارف والناس عارفة أن ما فيش تجمعات فاحنا منستخدم مثلا جروب واتساب أرقام الموبايل نتفع على معاد مثلا كلنا نخش اجتماع زوم نتفع على كل حاجة احنا حابين ننفسها وحابين نعملها ازاي بتخدموا المواطنين بشكل عام؟ والله احنا الفترة اللي فاتت احنا عملنا مؤتمر البحر الأول كانت سنة 2016 كان اجتماع مع المحافظ وبقينا حلقة واصلة بين المواطن وبين المحافظة اللي احنا منسل على الواحد عملنا قوافل طبية نزلنا عقمنا المدارس وعقمنا المساجد وعقمنا الكرة شغل أهلي بس في ظل حماية مقننة لها من قبل وزارة الشباب والرياضة ومن قبل برلمان الشباب وانا حابب استغل وجودة مع حضرتك النهاردة ويكون في شبه توقمة بيننا وبين برلمان الشباب وزارة الشباب والرياضة وبين البرلمان الكبير بحيث ان احنا نتعلم لان في الغد القريب نكون احنا نواب المستبل فلو امكان يعني ان شاء الله طيب بس انت عزة تضيفي حيو اه كنت حاب بقول ان احنا من دورنا الاساسي والبرلمان بيضربنا عليه هو الدور الرقابي اللي هو محاكل للدور بتاع النواب في مجلس النواب فاحنا بنبدأ نشوف القضايا اللي تخص كل واحد في دايرته وكل واحد في منطقته يبدأ يشوف القضايا ونتناقش فيها احنا كبرلمان صغير ونبدأ نشوف المقترحات بتاعتها وبيتم اجتماع الوزارة بتنفزه مع المسؤولين الخاصين بالمشاكل المطروحة وطبعا اللي بيسهلنا العمليات دي مدريات الشباب والرياضة والادارة الخاصة عندنا بيبدأوا يسهلوننا الحاجات دي بحيث ان احنا نكون قاعدين مع المسؤولين نطرح حاليا والمشاكل والمقترحات وبالفعل بيتاخد ببعض من المقترحات اللي بنقدمها انتو اصلا الشباب يفرح والله الواحد سعيد جدا بيكو وان شاء الله كده يا رب تتوفاوا بقى في المرحلة دي او حتى في المراحل بعد كده وتكونوا نواب فعلا في البرلمان او الشيوخ تحياتنا ليكو وسعيد جدا بتجربتكو والف مليون مبروك بشكرك جدا يا بسانت بشكرك يا محمد شكرا جزيلا وبشكرك المشاهدين على حسن الطيب المتابعة بكده بتكون خلصت حلقتنا المهاردة بكرة بإبن اللي ألقاكم وحلقة جديدة من صباحك مصري 11 تماما بتوقيت القاهرة